العلاج بالفن يمكن حاجة بعضنا ما سمعش عنها قبل كده أو ما يعرفش هي ايه بالزبط العلاج بالفن هو واحد من أحدث الأساليب العلاجية على مستوى العالم والنوع ده من العلاج وصفته الجمعية الأمريكية للعلاج بالفن بأنه نوع من العلاج بيتم استخدام التواصل غير اللفظي للتعبير عن المشاعر والأفكار خلونا النهاردة نعرف أكتر عن العلاج بالفن من ضفتنا اللي مشرفانا ومن ورانا في ستوديو طبور الصباح دكتورة إيمان كامل استشاري نفسي تربوي ومعالج بالفن أهلا بحضرتكم من ورانا أهلا بيك يا فن أهلا سلام بحركة دكتور أهلا بيك يا منورة ربنا يخليك ربنا يخليك يا فن شرفين والله وجود حضرتك معنا ويعني هي فرصة جميلة أن احنا نعرف حاجة تبدو مختلفة يمكن نسمعنا عنها بس نعرفش تفاصيل كتير عنها ونعرف طبعا إيجابياتها ونتائجها وردود أفعالها كل ده يعني على مدار الفقرة ولكن خلان نبدأ بإيه هو العلاج بالفن إيه هو تعريفه أولا أنا بشكركم على دعوتكم الكريمة لمشاركة في البرنامج الرائع طبور الصباح وأول حاجة لازم نقولها في طبور الصباح تحية مصر طبعا تحية مصر تحية مصر العلاج بالفن من الأساليب المستحدثة في العلاج النفسي والتطبيقات النفسية استخدام العلاج بالفن كلمة فن في اللغة العربية ممكن تكون جمع فإذن إحنا بنستخدم جميع أنواع الفنون فالعلاج بالفن التشكيلي هو ده تخصصي استخدام جميع مجالات الفن تشكيلي تحديدا التشكيلي هو كل ما يشكل باليد ده تعريف الفن التشكيلي فممكن يكون تصوير زيتي تصوير رسمة وتصوير ونحت ثم بقى مجالات التربية الفنية المختلفة زي الطباعة والمعادن حاجات كتير جدا مجالات التربية الفنية عموما يعني ومجالات الفن التشكيلي بصفة عامة فالعلاج بالفن يعرف على أنه علم السعادة لأنه بيعلي هرمون التسترون اللي هو مسؤول عن الثقة بالنفس وإنسان بيشعر بالفخر بالإنجاز لما بينتهي من العمل بتاعه الفن بتاعه فالشعور بالثقة بالنفس بيعليه هرمون التسترون وكمان بيقلل الشعور بالألم فيه هرمونات تانية بتقلل الشعور بالألم وده بيساعد على الشعور بالسعادة جميل جدا يا دكتور طيب إحنا بعد ما تعرفنا على يعني إيه مفهوم ومصطلح العلاج بالفن وعرفنا أنواع وأهميته في علاج العديد من المشاكل والأمراض النفسية والعقلية إحنا علشان تكون الصورة كاملة وواضحة كمان للسادة المشاهدين إحنا محتاجين نفرق بين العلاج بالفن وبين العلاج النفسي يعني هل العلاج بالفن هو مكمل للعلاج النفسي ولا ده علاج منفرد بذاته قد يكون منفرد وقد يكون مكمل للعلاج النفسي حسب الحالة الخاضعة للعلاج العلاج بالفن هو علاج تكميلي للعلاج النفسي بمعنى إيه؟ فيه علاج نفسي إكلينيكي بيكون تطبيقه في المستشفيات على الحالات الإطرابات النفسية الشديدة والمراضية اللي هي السريرية اللي بتستلزم علاج مدة طويلة زي أطفال الكانسر وأمراض أخرى سريرية كتير فهنا بيكون المعالج النفسي لازم يكون دارس علم نفس هو في كل أحوال بيدرس علم نفس إكلينيكي بس هنا التطبيقات هنا بتكون يعني نقدر نقول تحت إشراف طبي لأنه هو بيكون في الفريق الطبي للحالة يعني الأرثيرابيست هنا بيكون ضمن الفريق الطبي للحالة أما العلاج النفسي بالفن داخل المدارس فهو يعني تقدر بياخد شكل آخر اللي هو لازم يكون على دراية كاملة بعلم النفس التربوي هنا الحالات اللي في المدارس هي حالات مدمجة وحالات يعني نقدر نقول عليها بسيطة ومتوسطة بتستدعي التدخل العلاجي بالفنون فإذا أنا أقدر أطبق العلاج بالفن في المدارس للاكتشاف المبكر للحالة يعني أي مشكلة نفسية أو اتراب نفسي بيكون بيساعد في الاكتشاف مش بس العلاج نعم إزاي؟ من تحليل الرسوم فأنا يعني بقناشد سعادة مستشار التربية الفنية أن يضم لدروس التربية الفنية بعض الدروس اللي يستطيع بيها معلم التربية الفنية تحليل رسوم الطفل علشان يقدر يكتشفوا مبكرا يكتشف الإصابة مبكرا المشكلة اللي عند الطفل مبكرة ويحولها للمختصين أو أنه هو حتى يتعمل له برنامج فردي أو جماعي للحالات المشابهة ممكن يتعمل لها برنامج جماعي داخل المدرسة أيضا الموضوع مش صعب وزارة التربية والتعليم الموقرة شرفت بالعمل فيها فترة كبيرة من الزمن كمعلم تربية فنية وقدرك تماما أنها تمتلك من القوة البشرية من معلمين تربية فنية وموسيقى وخارجين أداب يعني فيه مدارس فيها مسارح كتير آه يعني تقريبا كل المدارس تقريبا وفيهم غرف يعني عندك القوة البشرية والقوة المادية متاحة في غرفة الرسق غرفة الموسيقى المسرح المدرسي وفي النهاية الوزارة بتسعى لبناء الإنسان تطوير يعني إنسان سوي وتطويره بشكل مستمر ودي نقطة مهمة جدا مهمة جدا فليه نفضل يعني ده الديسلوجن بتاعي بقول ليه تفضل معلم تربية فنية لما ممكن تبقى معالج بالفن بالضبط هل يعني ده سهل أنه يحصل محتاج يعني أن تستعين الوزارة بالخبرات في هذا المجال علشان تدرب المدارسين ليه أنه يبقى معالج أو حتى يعني أنه يقدر يكتشف الحالة مبكرا يعني لأن معالج دي هتاخد مراحل أخرى من التدريب لمن يرغب لمن يرغب أنه يكمل كأرت ثرابس أو ميوزيك ثرابس طيب أنا عايز أروح مع حضرتك للأمر بشكل أكثر تفصيلا يعني هدي مثال أو نموذج كده تخيلي في بعض الأطفال أو أهل كان حد عنده مشكلات ما نفسية حد عنده فرط حركة حد عنده اكتئاب حد عنده قلة انتباه فكل حاجة لو راح لطبيب نفسي هيعالجه بشكل مختلف سواء بدواء علاجي أو حتى من خلال جلسات استماع ونقاش يعني طبعا أنا مش متخصص في العلاج النفسي ولكن بيبقى فيه سبل مختلفة في العلاج النفسي طب العلاج بالفن هل هو طريقته بتختلف من حالة لأخرى؟ جدا هو العلاج بالفن للحالات دي اللي هي الـ ADHD التراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والأوتزم وهي الـ اللي هي فئات الدمج الفئات دي في منها شديد وفي منها بسيط بيقبل في الدمج وفيه أطفالنا العاديين بيبقى عندهم learning difficulties اللي هي صعبات التعلم الأكاديمي أو بعض الأحيان بيجي للطفل ينتابوا اكتئاب أحيانا من ظروف الأحيان من انفصال من ظروف اجتماعية ظروف اجتماعية بتؤدي إلى اطراب نفسي ممكن خوف ممكن هلع زي ببنك قتاك كده معلاش يا فهندما مقاس في انه بقاطع يعني اللي عنده اكتئاب ده ليرو شتة واللي عنده فرط حركة ليرو شتة أخرى واللي عنده حاجة تالتة يعني عايز اعرف بقى انا كده الأمور بتمشي ازاي ده؟ انت عايز تعرف سر المهنة اه ده حقيق فرستوف اول انه هو بيتعمل يعني لازم الأول اكتشفه فالاختبارات الرسم اللي هي بتكتشف الحالة يعني ممكن اديك انا دلوقتي شيت واقولك ارسم احلامك ايه فلما هترسم ده انا هقدر كارت ثيرابيست احدد عمدك مشاكل ايه المشكلة فين اه بالنسبة لبوينت معينة غير بقى الاختبارات الاخرى بالنسبة اللي هي المعمول بيها الرسمية للإيدي اتش دي واختبار الزكاء الايكيو كل دي بتحدد يبقى الاول في عندك حاجة اسمها دراست حالة بعرف المستوى المشاكل الاجتماعية المحيطة بالطفل وتاريخ الحالة المرضي لو دخل حضانة لو حصلوا نقص اكسجين كده الحاجات دي كل دي بتأثر بعد كده يعني بشوف بيتعملوا اختبار يعني انت دلوقتي حسيت بمغص فبتروح للطبيب هل بيديك الدوء على طول اللي بيقولك اعمل تحليل او اختبار فهي نفس الحكاية انا بروح للمختص بيطلب مني بعد درست الحالة ان يعمل الاختبار علشان اقدر احطه اعديله الدرجة بتاعته دكتور الاختبار ده بيكون بالرسم فقط لا يا فندم ده مرحلة اللحظة في اختبارات اخرى مخصصة بتاعت التربية الخاصة اللي هي احنا كلامنا دلوقتي على التربية الخاصة وفي اختبارات خاصة بالدبريشن والامراض النفسية يعني كل حاجة لها الاختبارات بتاعتها فبيكون الثرابس تدارسها وانطبقها مع الحالات ونتيجة الاختبار دي خلص بتقدر تميز في الاخر انه هل هو بسيط ام متوسط ام شديد نوع الازمة كمان بيحدد وبعدين بناءا وفين مناطق القوة يبقى المرحلة الاولى بنعرف ايه الموضوع المرحلة التانية بنعمل اختبار وبتحبت في الاختبار ده مناطق القوة ومناطق الدع المرحلة التالتة هل هي العلاج ولا في مرحلة تصحق العلاج ده احط بالاندفيدوالبروجرام البرنامج الفردي العلاجي للطفل البرنامج دوت قد يشمل حسب الحالة علاج معرفي سلوكي اللي هو نحنا نتك اعتقد اسمه سي بيتي تقليل سي بيتي وبعدين قد يلازم ممكن يكون طفل عادي عنده تلعثم في فده مشاكل في النطق فده هتحدد له في البرنامج بتاعه اخصائي تخاطب واخصائي علاج بالفن يعني بيسم توظيف نوع الفن على حسب الحالة ايوة احنا عملنا دلوقتي خلاص الاندفيدوالبروجرام يعني ايه برنامج هنا هل هو برنامج تلفزيوني ولا برنامج كمبيوتر ولا ايه البرنامج البرنامج ده عبارة عن مجموعة من الجلسات زي ما انا دير سيوجاني فحروح للدكتور الاسنان فيقولك انت هتاخد حشو كذا على ست جلسات فده مجموعة من الجلسات عشان نوصل للنتيجة النهائية فردية فردية وجماعية لتنين مطلوبين وجمال الارث ثرابي ان الانتاج بتاع الجلسة مثلا عنده مشاكل في الفاين موتورس ما بيعرفش يكتب مش عارف يمسك القلم فبتدي اعالج الفاين موتورس ديت بانه هو يبرم شوية ورق صغير لا وكمان يميزهم لونيا ويفصل الاحمر عن الالوان الاخرى وكمان نحطهم مش بس كده في التربية الخاصة بيفصلوا خلاص لا انا بقى في الارض اللي احنا هناخد الالوان دي ونوظفها في ظاهرة مثلا في سمكة في قعب حار كمان ممكن الدرس دا يكون related بحاجة هو بيدرسها في مادة تانية فيبقى انا ربطت له المفهوم هنا وعملت له كمان تخطي صعوبات تعلم طب يا دكتور انا ملاحظة ان احنا يعني منتكلم عن المشاكل النفسية والعقلية اغلب المشاكل اللي حضرتك كلمت عليها واحنا الحقيقة دايما لما بيجي في الزهنة ووظيفية يعني لما اتكلمت على الفين موترز هنا دي مشاكل وظيفية في العضلات يعني ممكن يكون عقله سليم تمام يعني احنا برضو بنتكلم في فكرة ان احنا دايما لما بيجي في الزهنة او بنسمع عن مصطلح العلاج بالفن بيبقى دا مرتبط كده ارتباط وصيق بالمشاكل والامراض النفسية والعقلية فهل الموضوع مرتبط كمان اكتر بالمشاكل الجسدية؟ موجود يعني احنا كنت اطلقت مؤتمر في 2019 المؤتمر العلمي الاول للعلاج بالفن تحت رعاية كلية الطب بجامعة الاسكندرية ومن المشاركات الجميلة جدا كانت الاستاذ دكتور في الموسيقى ان هي عملت ارت ميزك ثرابي للاطفال اللي هم عندهم مشاكل في العمود الفقري فعملت لهم الاشعة قبل وبعد يعني قبل البرنامج وبعد جلسات البيانو بست شهور فاتضح ان فيه تحسن في العمود الفقري نتيجة التزام الطفل بالجلسة السليمة السوية الفرد الضهر ونسيانه قال انا قلتلك هرمون السعادة هو بيسعد جدا مش الهدف انه يطلع مقطوعا موسيقية الهدف انه هو يلتزم على قد ما يقدر انا كمعالج انا هدف انه هو يلتزم بالجلسة بالحاجة اللي هتعالجه بالاداء اللي هيعالجه هو بيفعل القدرات الذاتية للشخص من خلال الابداع وبالتالي يعالجه لما يوعد بقى في جلسة علاج طبيعي هتلاقيه بيعايط ويصدر مش عايز يكمل الجلسة لكنه هو قاعد هنا زي ما قلنا انه مستمتع مستمتع فبالقلم بيعمل حاجة بحبيبها ايه فهو فهرمون المسؤول عن السعادة او الثقة بالنفس على حد ذكره حضرتك اعتقد كانت اسمها استاذ دكتور نجوة فقيد اعتقد اه 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 تحياتنا ليها طبعا يعني يعني خلينا انتقل محرك الجزئية اخرى اه تفضل ازاي اب وام عندهم ابن اه يقدروا يدعموه او بنت عندها بعض المشاكل تم اكتشاف المشاكل يقدروا يدعموه هم كمان في البيت من خلال العلاق بالفن ده جزء مهم جدا في البرنامج بص حضرتك البرنامج عبارة عن جلستين لست جلسات في الاسبوع يعني ثلاث زيارات في الاسبوع الوحي مثلا حسب الكيس وحسب الاب ممكن يكون فيه ناس بتسافر فعايز يعمل البرنامج مكسر ولكن كل ده يوازي يساوي 60% من قوة البرنامج طب وال40% أو 50% البقية على البيت عشان كده أنا في البرو جرم اللي أنا كنت بعملين للدراسة بتاعتي كانت على أصعب إعاقة اللي هي الأوتستيك تشيلدرن كنت بخلي ولي الأمر ماما أو المسؤول عن ملازم للطفل يحضر الجلسة ليه علشان يطبق في البيت أو يطبق أو يبني على اللي احنا يعني احنا عملت خلاص ثلاث أهداف الجلسة بيكون فيها ثلاث أهداف لأربعة فالطفل حقق هدفين ده كده إنجاز الهدف الثالث يبقى كده ممتاز جدا لو ما حققهوش بخلي وليه الأمر يحققه في البيت ويأكد على هدف الحقق نائح إيه يعني إيه هدف ده أنا كده بقول لكم الأسرار كلها لا مش هقول بقى اشتغل مع نفسك يعني مثلا التمييز اللوني هدف إنه ينطق الحرف سليم معايا أو هو اللي حيكمل معا نطق الأخصائي التخاطب لكن أنا بخليه بساعده إن ينطق اسم الحاجة الحاجة إفرد قلدخ في السين مسلا فأنا هشتغل الشغل بتاعي بدلا ما نعمل وردة لأ هنشتغل على السمكة مسلا طول الوقت بقول له السمكة سمكة في حاجة اسمها عقل باطن هنا تعاون ما هيروح هينطق وكان ده بيتقلي من الأطفال الأوتزم في منهم كتير ما بيتكلمش ولو تكلم بيتكلم بطريقة اسمها إيكولاليا ترديد الكلام لكن بدون ما يبقى فاهم معناه يعني تقول له اسمك إيه؟ يقول لك اسمك إيه؟ ما يقولش إنه اسمك بيقرر الكلام اللي بيسمعه دون وعي فلغاية فأنتي لازم يعني عايزين نقول إيه؟ الأرثيرابي بيرفع الوعي جدا بيرفع الوعي عند أصحاب الإضطرابات أمال عند الأطفال العاديين بيرفع الوعي برضا كنت بس أسأل حضرتك الأشخاص العاديين أن التأثير ده عليهم إيه؟ بيخليهم بقى إيه؟ بتنقلوا من مرحلة الزكاء لمرحلة العبقرة يعني إنه هو يقدر حسب ما أنت بتحطه الوقت برنامج بتاعه بتصعبه بتصعب الأنشطة الفنية أو الأهداف الموضوعة للمتصد وحب أذكر إيه وقت روحي بتقولك بتنقل من الزكاء للعبقرة طبعا أنا حقول لحضرتك للعبقرية يعني لأنه هو دلوقتي إذا التزم يعني إذا ابننا فيه أنا جالي طفلة كانت والدتها بتشتكي إن البنت مش بتنام غير ثلاث ساعات في اليوم طبعا فيه عندها مشكلة طبعا إنما البنت كان عندها زكاء رهيب بتقعد تفكه سنتين ونص وكانت متحطت لها البازل المكعبات كانت لازم تعملك أصعب حاجة في في اللعبة اللي هي دي في التركيبات دي فده كان زكاء فائق يعني طبعا بس للشخص العادي يا دكتور إحنا بنتكلم عن لو الشخص عنده مشكلة أو مرض نفسي أو عقلي بيبقى سهل إن يتحط له برنامج علشان نحدد نوع الفن الملائم ليه لكن لو شخص عادي ما بيعنيش من أي مشاكل ممكن يستخدم أي نوع من أنواع الفنون يعني رسم مثلا هيحترس بقى طبعا هنا هياخده كاحتراف إن هو يبدع بقى كمبدع يعني كفنان مبدع في عندنا برضو أنا بحب بشكر برضو الوزاة التربية والتعليم إن هي عن أنشأة مركز القدرات اللي بيبقى بيحافظ على مواهب الأطفال مركز القدرات ده بيبقى موجود في كل إدارة بيرعى مواهب الطلبة لكل إدارة وهنا الطلبة هنا بيكونوا فنانين أو بيحبوا الفن وأتمنى إن مركز القدرات ينضم إليه بقية الفنون مش بس يبقى فن تربية فنية فقط يعني المركز ده مستوى إن هو بيشتغل في الصيف كمان كامل جدا فإحنا لو حطنا فيه برضو دخلنا فيه تقنيات أرت ثرابي للأطفال المدمجين أيضا هيبقى أعتقد هيحقق أهداف أعلى وحيحصل تطوير أعلى للمخرجات التعليمية جميل جدا طب فقد زاوي القدرات الخاصة التعاون معهم بالعلاج بالفن بيكون إزاي؟ أنا لسه شرحة والله اللي هم زاوي القدرات الخاصة اللي هو جسديا فيه جزئين اللي هو عنده إعاقة جسدية وعقله سليم وفيه اللي عنده بقى إطرابات زهنية أو زي اللي قلنا التأخر العقلي والأوتزم الأوتزم بقى إطراب مختلط يعني فيه منهم عباقرة في الأوتزم يعني اللي هم بس اللي قصدوا من التعامل معهم بيكون سهل بالعلاج بالفن عن الأطفال اللي عندهم مشاكل نفسية؟ أيهم أسهل يعني أنا يعني الأطفال اللي عندهم إطرابات نفسية دول قليلين خالص على فكرة لأن الطفل سبحان الله يعني بيقدر يستجيب بسرعة وبيخرج بسرعة وبيتخطاها بسرعة لأن المشاكل يعني لو تعرض مثلا للتنمر للإكتئاب لكن الأطفال بتقدر تسعدي على اللي قلنا أنه يبقى واثق من نفسه كل المشاكل النفسية اللي بيمر فيها طفل صغير كده نتيجة تنمر أو ما شابه بيكون نتيجة عدم ثقته بالنفس فأنت بتنمي وبرضو توبيخ أنت محتاجة هنا كمان إرشاد أسري ما احنا بنقوله فيه حاجة اسمها دراسة حالة فأنا لو لقيت أن المشكلة عند الطفل فيها طب أنا هقول لها حديثتك حاجة كان فيه مشكلة تانية اللي هي الخوف بيخاف من الضلمة تقوله أنت راجل ما تخافش من الضلمة راجل عنده 6 سنين إزاي يعني يعني حرائية وإنت بقيت راجل أنت ما تخافش من الضلمة فكان بيحصل له تبول لإراضي لأن هي مش حطين لمبة سهارة شفتي المشكلة ما كانش محتاج جلسات قلت لها ركبوا لمبة سهارة واشوف كل أسبوع الجاي مجوش تاني كلمتني في التليفون قالتلي وقف الموضوع ده وعي بقى من الأسرة نفسها أوه فإحنا بس كان ممكن يقلب يعني هي برضو لحق التدخل يعني لأن كان لو استمرنا مدة طويلة في بقى تمام من أخواته وكبير أحارتك أرشدتها للتعليمات الصحيحة وافقا لده هي بتارت تتعامل بالشكل الصحيح فبتارت تشكل وعي تجاه المشكلة فبتارت لا أنت هتشتغل معنا بقى أنا قلتلك حركة شو سدقاني ففعلا هي الحكاية كده أن أحيانا بيكون يعني مش كل حك بعدين بالنسبة لفرط الحركة بقى يعني مش كل طفل شقي شوية يبقى فرط حركة يا جماعة فرط الحركة لا يمكن يقعد القعدة دي لازم هيحرك يدور يعني مش بييدو أخذ بالك إنما الطفل الشقي ده فيه شقاوة صحية ولازم أوجهها وأنه هو يلعب رياضة إذن العلاج بالفن يا دكتور أعتقد يعني من الحاجات المهمة وهو علم يعني مستحدث ولكن مفيد جدا في علاج العديد من الأمراض سواء النفسية أو العقلية أو حتى الجسدية اتفدنا جدا من حضرتك النهاردة ونورتنا وشرفتنا دكتورة إيمان كامل استشاري نفسي تربوي ومعالج بالفن نورتنا يا دكتور شرفتنا ونورتنا دكتور واستمتعنا بالحديث مع حضرتك والمعلومات القيمة وأتمنى أني أشوف بجد تطبيقات العلاج بالفن في وزارة التربية والتعليم وسعيدة جدا باهتمام الإعلام بالعلاق بالفن أتخيل أن مؤسسات الدولة كلها بتسعى لتطبيق أي علوم حديثة مفيدة للمجتمع ومفيدة لصحة الإنسان وصحة المواطن المصري إن شاء الله نشوف ده قريف جدا وحارك تكوني معنا وحضرتك تكونوا محاقين إنجاز جريد في هذا المجال إن شاء الله شهداء الكرام فقرتنا خلصت لكن لسه فضلنا فقرة تانية بنتكلم فيها عن بزور أفلام وهو مشروع لتعليم كيفية صناعة الأفلام وخروج الإبداع من داخلك يستنونا تحوش في أي حد ترجمة نانسي قنقر